بيانات حكومية صدرت مؤخراً في العراق أخرت بأن مجمل إرادات الدولة بلغت 569 تريليون دينار ذهبت نصفها تقريباً للرواتب فقط وذلك لخمس سنوات منذ عام 2019 لغاية 2023 وشيرة إلى أنفاق الحكومة خلال هذه السنوات الخمس 516 تريليون دينار منها أكثر من 71 تريليون دينار كمصروفات استثمارية في مختلف القطاعات أبرزها الرواتب والرعاية الاجتماعية والديون الحكومات المتعاقبة جميعها روجت في خطابها السياسي عبارة التوجه نحو اقتصاد السوق والتنوع لإرادات غير النفطية إلا أن ذلك بقي حبراً على ورق لتفشل كل الحكومات في تنفيذ تلك الوعود معتمدة أولاً وأخيراً على العائدات النفطية بنسبة 90% من دون أي استثمار على مصر والقطاعات الأخرى التي تم اغتيالها وفق أجندات وأدوات داخلية وخارجية لجان برلمانية أقرت بوجود محاولات ليبخال عراق رهينة لدول الجوار في ملف الاقتصاد ما يفسر أسباب غياب المنتج المحلي والقطاعات الصناعية والزراعية مشيرة إلى اعتماد الحكومات في اقتصادها على الريع النفطية في ظل تأكيد مختصين بأن السياسة الاقتصادية للحكومة تنحصر في تنمية موارد الأحزاب وزعاماتها السياسية وضمان هيمنتها على موارد الدولة ونشاطاتها الاقتصادية فضلاً عن توسيع دار الزبائنها السياسيين من خلال التعيينات في دوائر الدولة وهما يثق الكاهل الموازنة اقتصاديون توقعوا وصول قائمة المصرفات للحكومات في العراق لغاية 2030 بحدود 119 تريليون دينار مع ارتفاع نسب الرواتب ورعاية الاجتماعية مشيرين الاحتمالية بلوغ مجمل إرادات الدولة بحدود 111 تريليون دينار في 2030 مع استمرار الوضع الطبيعي لأسعار النفط ضمن المعدلات الحالية في وقت يحتاج العراق شهرياً إلى 6 مليارات دولار لتأمين النفقات التشغيلية التي تشمل الرواتب في حين فشلت كل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن في توظيف النفط للبناء والأعمار